ترجمة نانسي قنقر هدفنا كانت ساعد كل تلميذ يلي ما عنده قدرات بدي يفوت على المدرسة أنه نأمل له كافة التكاليف المتعلقة بدراسته ونحطه بمدرسة ونكفي معه لنهاية دراسته المدرسية أو الجامعية بلشنا مع 100 تلميذ بال2011 وهلأ صار عنا تقريبا 1300 تلميذ يلي عم ساعدهم سنويا نعم ولكن لما نقول نساعدهم بالتكلفة يعني أنتوا اللي عم تتكفلوا أن تدفعوا الأسطات أو هالجهات الخاصة المدارسة الخاصة اللي عم نحكي عنها أو الوزارات المعنية عم تقدر تساعد بها الموضوعين كيف عم بيتم العمل على الأرض مع أي جهات رسمية عم بيكون في تعاون نحن أول شي من حدد من هن الأطفال بنا نساعدهم من خلال تعاوننا مع وزارة التربية ولا وزارة الشؤون الاجتماعية أو الرؤسة البلديات مدراء المدارس منشوف من هن تلميذ يلي عم بيتركوا المدرسة بسبب الحاجة المادية منتواصل مع العيلة منعمل عنا أنكات منبعث مساعدة اجتماعية لتتأكد أنه عندهم حاجة وأول ما منقبلهم معنا منتكفل بكافة التكاليف مثل ما قلنا فنحنا مندفع رسم التشجيل رسم تشجيل الأهل الإلزامي مندفع الترانسبار مندفع الليباس المدرسة الكتب والقرطسية يعني كل شي متعلق بالدراسة نحنا منأمن لهم إياه ومنقل لهم للأهل أنتو عنكن عبق كبير مادة أنه تعيشوا عائلتكن وتأمنوا لحياة كريمة نحنا رح نتكلف بتعليمهم نحنا الولد بيفوت معنا وبيكفي معنا لا يخلص مثل ما قلنا يلي بينجح بروفي بيفوت سنوية أو بيفوت مهنية ويلي بيخلص كمان البكالوريا عم يفوتوا على الجامعة كيف فلشت هالفكرة يعني أنا شريع نعرف أنه ليه طلعت هالفكرة معكم طبعا في حقوق الطفل وحقه بالتعلم ولكن منقول أنه يمكن فيه المدارس الرسمية ليه ما بيتوجهوا الولاد على المدارس الرسمية كيف صارت هال يعني هالمعادلة نحنا أنا بس بدي كمان وضح شغلي أنه نحنا منساعد بالمدارس الرسمية بالمدارس المجانية وبالمهنيات الخاصة وبالجامعات اللبنانية والغالب والخاصة كمان لأنه الناس بتفكر أنه المدارس باللبنان مجانية بالمرة بالمئة بالمئة ولكن فيه تكاليف كتير عليها يعني فيه مثل ما قلنا رسم التشجيل رسم نجلة الأهل للزامة للترانسبورت بتكون المدرسة بعيدة عن البيت بدون يجيبوا الكوستوم بدون يدفعوا الكتب القلطسية ما بيقدروا يعني نحنا تقريبا بيكلفنا التلميذ معدل أربعمائة دولار سنوي إذا عائلة عندها أربعة أو خمس أولاد هيدا عبق كبير عليها وفي عنا بتعرف الحاجة في لبنان وقدي في عنا عيال تحت خط الفقر فهو اللي نحنا كلهم عم نساعدهم لا يروحوا على المدرسة نحنا كيف بلشت الفكرة بلشت كنا نشوف أولاد متشردين ومتسولين على الشارع نحنا كلنا كان عنا أولاد وكنا عم نحط أولادنا بالمدارس فقلنا بنا نجرب نساعد هالولاد بلشنا الجمعية بأمل أنه نوقف التسول ونجرب نساعد هالولاد يفوتوا على المدرسة واستضبنا بحقة كتير كبيرة يلي هو أنه بلبنان التعليم غير الزامة فإذا بتشوفي متسول بتروحي عند القاضي بياخدوه بس ما فيهم يلزموا الأهل يبعتوه على المدرسة وهوني عنا أول شي عنا شكر لدعم الوزارات كلها ولكن عنا عتب على السياسيين يلي نحط قانون إلزامية التعليم بمجلس النواب ولكن الوزارات المتتالية اللي أجت بعد ما حطت مرسيم تطبيقية يعني بعده حبر على ورق بعد ما عنا إلزامية التعليم بلبنان وهيدا شي مش مقبول أنه نحنا بلد مثل لبنان بعد عم بيطلع عنا ناس أميين فمن هالمنطلق مشينا وقلنا على القليل نحنا العيال اللي حاب تحطوا لدها بالمدرسة ولكن قدرات المدية ما بتسمح لها نحنا رح نتكلف رح نتكفل فيهم ونكفي معهم لنساعدهم يعني اليوم نشوف قد المجتمع الأهلي هو عم بيقوم بدور دولة يعني المجهود لألكم ويعطيكم ألف عافية بس قد هيدا المواضيع مثل ما تفضلت وذكرت لازم تكون هي من مسئولية الدولة بشكل مباشر من مسئولية الجهات الرسمية إن كان لناحية الأوانين أو تطبيق الأوانين أو حتى الدعم المادي أيضا هالجمعية وهالعمل دقوب هيدا بده كمانا مدخول كبير لحتى تقوموا بمصاريفكم اليوم أنتوا كناية عن كم شخص كفريق عمال قد تكاليفكم الشهرية غير الولاد لأنه في أكيد الأشخاص اللي عم يعملوا معكم وكيف عم تقدروا تأمنوا هالمداخل نحنا تقريبا الشي 25 عضو بالجمعية في منهم متطوعين ومنهم غير متطوعين نحنا بنأمن عنا هلأ العشرة سنة ويتبعنا عنا نيابي بسرسق نهار التنين بـ 25 الشهر وهيدا هو اللي بأمننا المدخول الأساسي لنقدر نكفي عملنا السنة اللي قادمة مثل ما قلنا عنا 1300 تلميزية اللي نحنا متكفلينهم ونحنا ضمنينهم إنه رح نكفي معهم فهدفنا الأول إنه نقدر نطلع من خلال هالعشاء من خلال سبونسورز ودونورز والناس اللي عم يشاركوا معنا لنقدر نأمن المبلغ المستحق للسنة اللي قادمة ونحنا خلال السنة كمان بيكون عنا كتير بمدارس خاصة لنعمل حملات توعية يفهموا الأجزاء الجيل الصعدي شو فيه ناس مثلهم ولاد مثلهم يلي معا بيكون عندهم ذات الحقوق اللي هن عندهم إياها ومنعمل كتير إيفنس كمان توعية وفاندريزنج لنقدر نأمن المدخول اللي بنحتاجه يلي متبعا بتقول يعني 1300 تلميز منه رقم صغير والكلفة عالية منطعب كل سنة ولكن الدعم كبير دعم المتبعا بتقول المجتمع المدني عم بيقدر يساعد الدولة اللبنانية لتقدر تأمن حقوق المواطنين عم يشتغل محلهم يعني بكل عم نتعاون نحنا بنشكرهم دايما على دعمهم وتعاونهم معنا وأكيد يعني مرات بيكون في شوية ملاحظات يمكن عندنا إياها ولكن الدعم دايما موجود والعمل سوا أكيد لحتى تقدروا توصلوا يعني يمكن هالإصرار ويمكن هالهيك ملاحقة الأمور هي اللي رح بتوصل الكلة بر أمين خلينا نقول اليوم عم تشتغلوا لهدف وهالهدف هو على المدى القريب ولكن أيضا على المدى البعيد لتطوير مجتمع لبناء مجتمع سليم ممكن أنه تنوعوا أهدافكم أو رح بيضلوا يعني مركزين على هالتعليم هيدا نحنا كان هدفنا أو ما بلشنا كان التعليم بالمرحلة الأساسية يعني العمر الخمسة عشر سنية اللي هو عمر العمالة باللبنان كنا عم نقولها الولد قبل العمر الخمسة عشر بدل ما يروح يشتغل ولا يتسول ولا يكون قاعد بالبيت ما عم يعمل شيء ممنوع يشتغل هو أنيوي فالأهل هيك بيضطروا يبعثوا على المدرسة ولكن كنا فخرين كتير أنه نجحوا تلميزنا فما رح نتركهم كفينا معهم صار الهدف الثاني كان أنه يكفوا سنويات ومهنيات وأول ما نجحوا كمان كفينا معهم على الجامعة نحنا كتير فخرين بهالتلميزيا اللي كفوا هدفنا كان أنه نقدر نخلي هالولد يقدر يصير عدو فعال بالمجتمع يقدر يخلق لحاله حياة كريمة ولكن الإفاكت تبعه تأثير الإيجابة تبع شغلنا رح نشوفه على المدى البعيد رح نشوف كيف قدروا ينهضوا مجتمعهم هالناس هالتلميزيا اللي بالقرياف اللي هلأ مبلشين بعمر صغير اللي بدون يكبروا يصير عندهم مهنة بإيدهم يقدروا يحسنوا حياتهم حيات عائلتهم وحيات مجتمعهم ويبنوا مجتمعهم هيدا الهدف البعيد لإلنا وإن شاء الله منشوفه بلشنا عم نلمسه ولكن بالمستقبل رح نلمسه أكتر يعطي يكون ألف عافية منذكر أنه الجالة دين رح بيكون نهار تانين بيسرسوا وين ممكن يلاقوا البطاقات؟ فيهم يتواصلوا معنا على 01378119 أو بالإيميل وأكيد السوشال ميديا كلها موجودة للتواصل أيضا شكرا لأوجودك معنا سيد زينة الخليل رئيسة جامعية تيتشا تشايل شكرا لألي بريك صغير ومنرجع خليكم معنا و نهار تشرفها شكرا لؤمن أدي إ شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة